بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا داخلين على فترة امتحانات فالكل دلوقتي بيجري علشان يستغل كل لحظة في حياته ان هو يلحق يلم المنهج ويبدأ كده يذاكر والدنيا معاه تمشي حلوة حدي فيكم يقول له ابوي حدي فيكم يقول له ورد مش عايزة تعلم ورد عايزة تقعد في البيت بس للاسف بتقابلنا مشاكل كتير واحنا بنذاكر ابرازهم واهمهم هو عدم التركيز اثناء المذاكرة وان انت بيصيبك بعض التشتت فازاي تركز وانت بتذاكر وازاي ما تتشتتش خالص هو ده موضوح حلقة النهاردة تابعوا الحلقة للنهاية انا طارق صادق وانت منوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق انزل دلوقتي اعمل لي لايك وعمل لي كومنت لطيف زيك وعمل لي سبسكرايب لو لسه ما تبعتنيش عايزين نوصل لعشرين الف متابع عشان تفرحوني عشان انا في فترة امتحانات ومع ذلك انا باجي وبصور لك وبمنتج لك وبنزلك الفيديوهات في موعدها فما تبخالش علي بالدعم البسيط اللي انت بتقدمه لي عشان دعمك الصغير ده بيفرق معايا بشكل كبير قوي وتعالوا النهاردة اكلمكم عن موضوح حلقتنا وهم ست نصايح مهم مين جدا هيساعدوك انك تركز وانت بتذاكر وما تتشتتش خالص ويلا بقى من ضيعش وقت ادخل على طول في موضوع الحلقة عشان انا كمان الحق اروح اذاكر اول نصيحة بنصحها لك في حلقة النهاردة هو انك لازم تكون مخطط بشكل مسبق يعني ما ينفعش كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا داخل اذاكر وانت ولا انت محدد انت هتذاكر مواد ايه ولا هتذاكر منها ايه بالظبط واتكلمنا كتير في حلقات سابقة عن التخطيط هحاول اسبالك تحت في الدسكريبشن عن ازاي بتخطط يومك مش هقولك الشهر او السنة بتخطط يومك بس وتبقى عارف انت النهاردة المفروض تذاكر مواد ايه وكل مادة من دول انت المفروض تذاكر منها انهي جزء عشان الدنيا تكون معاك متنظمة وما تدخلش تذاكر وتقعد تضيع وقت في انك بتفكر يا طرح هذاكر ايه النهاردة وهبدأ بايه النهاردة لنعم وديل وقت وبكر حلها الف حلها فبتخش مركز على هدفك وعارف كويس انت هتعمل ايه تاني نصيحة انصحك بيها عشان تركز وانت بتذاكر وهي نصيحة بديهية جدا انك لازم تتخلص من كل المشتتات يعني اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم تروح تكلمهم في البيت تقولهم يا جماعة انا داخل اذاكر يعني من فضلكم صوت التلفزيون يبقى واطي لو سمحتم متتكلموش بصوت عالي وفروه لي شوية هدوء عشان اعرف اذاكر فانت بتذاكر كده يبقى في شوية هدوء حواليك ما بتسمعش صوت عالي بيسرخ او تلفزيون عالي او اي حاجة تشدك برا المذاكرة وتحافظ على كل زر التركيز عندك في الحاجة اللي انت بتذاكرها وطبعا اول اعدائك واللي بيشتتك هو الموبايل بتاعك فحاول تقفل الموبايل بتاعك وتحطه على جنب او تسيبه اصلا برا الاوضة كلها اللي انت بتذاكر فيها ولو لازم يعني يا سيدي تستخدم الموبايل في ترجمة او اي حاجة جاهز البديل بتاعه علشان ما تضطرش تمسك الموبايل وتضيع وقتك ولو خلاص قفلت معاك ولازم تمسك الموبايل بتاعك ففي عندك تطبيقات كتير جدا وناس طلبتها مني في حلقات عندك تطبيق زي فوكس مثلا وفي تليفونات سامسونج بيكون فيها الخاصية دي هو انك بتقفل كل التطبيقات وبتعطى لكل الموبايل مع ادى تطبيق او اتنين انت بتحددهم انت محتاجهم زي تطبيق مثل الترجمة البحث على جوجل بتسيب دول بس متفعلين وكل الحاجات التانية مش متفعلة وبحيس ان انت لو جالك اي اشعارات مش بتظهر قدامك حتى لو ان انت مفتوح وبتبعد برضو عن المشاتتات التانية زي اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر او لو انت حواليك تلفزيون اي مشاتت حواليك شيلوا عنك خالص وعشان كمان عقلك الجميل ده ميعدش يقولك انت جعان قوم كل او انت عطشان قوم اشرب حط جنبك دايما ازازة مية وحط حواليك كده سناكس او حاجات خفيفة ومكسرات تاكلها وانت بتذاكر عشان مثلا ممكن انت تكون رايح المطبخ تجيب حاجة تشربها او حاجة تاكلها فتبص على التلفزيون تلاقي البرنامج اللي انت متابعه فتقعد تتفرج فتضيع يومك وساعات برضو انت بتذاكر كده بتبدأ تجيلك افكار كده في دماغك بتشتتك بعيد عن المذاكرة زي ان انت صحابك وحشوك ما تروح تكلمهم او ايه رايك تبدأ مشروعك الخاص عشان تبقى راجل غني اصل الافكار دي مش بتيجي غير في وقت المذاكرة وتبدأ بقى تفكر في حب حياتك وياطار هتتجوز مين وهتخلفه كام عيل الافكار دي بتيجي لنا كلنا واحنا بتذاكر سبحان الله فانا في الموضوع ده باجهز حاجة جنبي اسمها ورقة المشتتات انا مسميها كده في الورقة دي اي فكرة بتجيلي وانا بذاكر بتشتتني عن المذاكرة بكتبها في الورقة دي وبقول في وقت الروحة ان شاء الله او بعد ما خلص مذاكرة خالص هشوف الورقة دي واشوف كل الحاجات اللي كتبتها فيها وابدأ افكر فيها بقى في الوقت الفاضي لكن دلوقتي احنا في وقت مذاكرة اي حاجة تشغل التفكير هكتبها في ورقة التشتت وحطها على جنب وابدأ اذاكر خلاص يا سيدي وفرت كل الحاجات اللي حوالك وشلت كل المشتتات يلا بينا نخش على النصيحة اللي بعدها النصيحة اللي بعد كده هو انك لازم تحضر كل حاجة انت محتاجها في وقت المذاكرة تكون حواليك زي ما كنت بقول لكم حط الميا وحط السناكس عشان بتتشتتش وتقوم تجيبهم من بره وكذلك برضو لازم تحضر كراساتك وتجهز اقلامك وتجهز الحاجة اللي انت هتستخدمها في وقت المذاكرة وتجهز المكان اللي انت هتذاكر فيه اصلا سوى بقى مكان مذاكرة او الاضاءة اللي انت هتشغلها في وقت المذاكرة النصيحة اللي بعدها هو انك محتاج تتشحن بس طبعا يا عزيز مش قصد ان انت تتشحن زي الموبايل قصد ان انت تقطك تشبه شوية بطارية الموبايل بطارية الموبايل مع الاستخدام بتبدأ تقل وبتضعف وكذلك انت لو فضلت دايما بتذاكر 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 هيجي عليك وقت وتقطك دي هتقل تقل تقل لغاية ما تخلص وتبقى محتاج انك تريح فظبط نفسك كده ان وانت بتذاكر بتذاكر حوالي 45 دقيقة مذاكرة مذاكرة بمعنى مذاكرة مذاكرة بكل ما تملكه الكلمة من معنى وبعد 45 دقيقة دول بتفصل 15 دقيقة مثلا او 10 دقيقة بتلتاح فيهم في الوقت ده انت بتشحن تقطك فانت لما هتريح العشر دقيقة او 15 دقيقة دول بتشحن تقطك تاني زي ما بتشحن موبايلك بالزبط بتبقى جاهز ومستعد انك تكمل مذاكرة تاني بشغف جديد بس في وقت الراحة ده خلي بالك لتروح تريح في حاجات ممكن تشدك اكتر زي انك مثلا تقعد تلعب على الموبايل اصل انت بتبقى داخل على الموبايل 10 دقيقة هتلاقي نفسك اعادت عليه ساعة و ساعتين ففي وقت الراحة ده مثلا قوم تماشى في القوضة قوم مثلا اسمع قرآن او يقرأ القرآن قوم املأ زيزة الماء بتاعتك لو خلصت قوم جادد الاكل اللي قدامك لو انتهى او كل حاجة كده عالسريعة المهم بتعمل اي حاجة ما تشدكش مجدوم تتقمن على فلوف مذاكرة خالص يعني من اول ما انت قعدت على الكتاب انت عارف ان انت لما هتخلص خالص هتختبر نفسك في كل اللي انت ذاكرته فمخك هيبدأ هنا ينتبه ده انا في اخر القعد دي هتسأل فانا لازم اركز بقى وصحصح فانتعد وذاكر وراجع واشتغل على نفسك وبعد ما تذاكر خالص كون مجمع كده وانت بتذاكر خلال المذاكرة بتاعتك شوية اسئلة كده مهمة وانت بتذاكر وبعد ما تخلص ابدأ اسأل نفسك الاسئلة دي وشوف نفسك عارفة تجاوب ولا مش عارف فالمخ من ا اول لحظة هيبقى خايف ان هو يغلط في الاخر عشان هيحس ان كل المذاكرة دي راحت في الفاضي فمضطر يذاكر من الاول فهتلاقي مخك نفس هو اللي بيحاول يكون مصح صح عشان ما يكررش تاني كل انت فيه ده طب افرد بقى يا طارق انا اختبرت مخي وبعد ما خلصت كده رجعت لقيت تمام انا فهمت وبحل صح والدنيا معي ماشي حلو اعمل ايه بقى ده هيودينا للنصيحة اللي بعد كده لما تخلص مذاكرة وتلاقي نفسك ذاكرت بشكل كويس كافئ نفسك بتك او مسرحية حلوين انت بتحب تشوفهم فاتفرج عليهم بتكافئ نفسك بشوكولاتاية او حاجة انت بتحب تاكلها بتكافئ نفسك بانك تقوم تلعب يا سيدي وتخرج مع صحابك وتلف شوية وتعيش حياتك هتلاقي نفسك من اول المذاكرة الاخر المذاكرة بتحاول تكون مركز عشان تجاوب صح وتحس ان انت حليت صح عشان تجري تلعب وتمرح وتحس ان انت مفيش عليك اي هموم او انك عليك الاتزامات وانت بتضيع نفسك حتى الخروجة وقتها يكون لها طعم هتحس ان انت مذاكر و مفيش اي حاجة شغل تفكيرك وهتلاقي مخك كل شوية يقولك ما تقوم تذاكر كده يا طروق اصل هو هتعود ان انت كل ما بتذاكر بتتكافئ وبتعمل حاجة حلوة تعالوا بقى بسرعة كده الخصلكم كل اللي احنا قلناه في الحلقة اول حاجة تخاطط بشكل مصبق انت هتذاكر ايه النهاردة وهتذاكر ايه بالزبط فيه تاني حاجة اتخلص من اي حاجة بتشتتك في وقت المذاكرة وجاهز جنبك ورقة تكون للمشاتتات بتكتب فيها اي حاجة تشتتك عشان تفكر فيها بعد وقت المذاكرة تالت نصيحة هو انك تحضر كل حاجة انت محتاجة في وقت المذاكرة تكون حواليك رابع نصيحة هو انك بتشحن طاقتك عن طريق ان انت بتتريح 15 دقيقة بعد كل 45 دقيقة مذاكرة خامس حاجة هو انك بتعود نفسك ان انت بتعمل لنفسك مراجعة وامتحان بعد كل مرة بتعد تذاكر فيها وسادس حاجة هو انك لازم تكافئ نفسك كل مرة بتذاكر فيها بشكل كويس وبس كده يا سيدي ها دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى تكون عاجبتكم ومتنساش تم Loud чет وكومنت لطيف زيك وتعليق حلو كده عشان انا بذاكر اللي هو اصلا كومنت لها لسه اي لبس اشتا انا متلخبط عشان عندي بتحانات اكتبلي تعليق وادعيلي وعمللي سبسكرايب لو انت عملت سبسكرايب انت ليه مش عامل سبسكرايب لغاية دلوقتي كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته